أعود لك تحدثنا عن المشهد وتوصيف للحالة فلسطينيا الآن والممارسات الإسرائيلية على الأرض واقعا هذا المشهد المتفجر على ما يبدو المبتلع للأرض الفلسطينية ما مآلاته؟ يعني بصراحة الذي يحدث في جميع الضفة الغربية هو اعتداء على كل شيء فلسطيني هو اعتداء على الملكية الفلسطينية اعتداء على الكرامة الفلسطينية اعتداء على الهوية الفلسطينية ومنطقة سبيح سطرت ملحمة بطولية لأهالي منطقة بيتا وأهالي محافظة نابلس وجميع المحافظات الشاملية الذين أظهروا أن المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية في منطقة بيتا أدت إلى طرد المستوطنين في تلك المنطقة وهكذا اعتداءات وهكذا مصادرات وهكذا قرارات بصراحة هي خطيرة على تلك المناطق خطيرة على السكان ستؤدي إلى تصعيب حياة المواطنين الذين يسكنون في تلك المنطقة ومن ناحية أخرى يعني يشاهد المواطن الفلسطيني هذا الكم من المؤسسة الرسمية من وزراء وأعضاء كنيسة ومستوطنين بالآلاف يذهبون إلى تلك البؤر الاستيطانية الصغيرة جدا نحن نتحدث عن بؤرة استيطانية عشوائية وهناك اهدمام كبير جدا من ناحية دولة الاحتلال ومن ناحية أخرى فلسطينيا هناك تهميش هناك بصراحة اعتداء على بعض المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية على عبو حراس الجبل الفلسطيني لا يوجد وحدة فلسطينية حقيقية لا يوجد إجماع فلسطيني على أن يكون هناك ردة فعل حقيقية شعبية باتجاه هذه المناطق يعني هذه المظاهرة تجسد الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني هجوم استيطاني كبير جدا على الأراضي وعلى المواطنين وعلى القرى والمدن الفلسطينية ومن ناحية أخرى ضعف ووهن وانخسام فلسطيني داخلي وبصراحة لا يوجد ردة فعل دولية حقيقية على ما يحدث بسبب ضعفنا نحن كفلسطينيين وانخسامنا مع بعضنا البعض تمام ابقى معنا سيد عم